الآن أعود إلى مسألة ما كشفه مصدران مصريان بشأن رفض مقترح إسرائيلي بإدارة وتنسيق بين البلدين لمعبر رفح وإعادة فتحه مزيد مع محرر شؤون الإسرائيلية في سكاينيوز عربية نضال كنعنة الذي ينضم إلينا الآن من القدس إذن نضال ماذا في التفاصيل خاصة هناك إصرار وإمعان إسرائيلي على الزج بالقاهرة علما أن هذا الموضوع أخذ أو ساهم في توتير الأجواء والعلاقات ما بين الطرفين بالتالي ماذا في المتابعة بالفعل إيمان وهذه المرة الثانية على الأقل التي ترفض فيها مصر مثل هذا المقترح الإسرائيلي لإعادة فتح معبر رفح الموقف المصري واضح جدا بأن مصر لن تتعاون ولن تساهم في فتح هذا المعبر طالما أن إسرائيل ما زالت تسيطر على الطرف الفلسطيني من البعبر القاهرة تصر على أنها لن تفتح هذا المعبر إلا إذا كان على الطرف الآخر جانب الفلسطيني هنا القاهرة لا تتدخل من سيكون الجانب الفلسطيني على الطرف الآخر من المعبر لكن اللافت هنا هو الإصرار الإسرائيلي على فتح معبر رفح بالتعاون مع مصر بالنسبة لإسرائيل أولا هذا سيكون نوعا ما اعتراف مصري بالوجود الإسرائيلي بالاحتلال الإسرائيلي للجانب الآخر من المعبر ونوعا ما قد تعتبره إسرائيل موافقة مصرية على العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح ومن هنا يأتي هذا الإصرار الإسرائيلي أيضا إسرائيل تصر على فتح المعبر لأنه كان ربما المعبر الأهم لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة وهنا إسرائيل تواجه مشكلة مع كل المعابر الإسرائيلية مع القطاع هناك إعاقة لإدخال المساعدات هناك المتظاهرين من اليمين المتطرف الإسرائيلي الذين يعيقون إدخال هذه المساعدات وبالتالي إسرائيل تبحث عن أي إمكانية أخرى لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة من هنا أيضا هذا سبب آخر للإصرار الإسرائيلي اللافت أن أحد الطلبات الإسرائيلية التي وجهت إلى مصر كانت فتح المعبر أمام سكان القطاع هذا قرئ في مصر وقرئ حتى في الداخل الإسرائيلي على أنها محاولة إسرائيلية لتهجير سكان القطاع ففتح المعبر أمام سكان القطاع سيقود إلى هجرة أو تهجير سكان القطاع باتجاه مصر وكان هناك رفض مصري قاطع لمثل هذا الطلب الإسرائيلي من مصر أيضا هناك ضغوط أمريكية على الجانب الإسرائيلي بعد إغلاق معبر رفح من أجل إدخال المزيد من المساعدات إلى قطاع غزة واللافت أيضا هو جلسة المحكمة الدولية التي ستبحث في قضية العملية العسكرية في رفح والتي إلى حد كبير سيتأثر قرارها بالمساعدات الإنسانية وعدم إدخالها إلى قطاع غزة على إثر العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح